بسم الله شرحنا قبل كده الاستعارة النهاردة ان شاء الله نحل تمرين عليها بس قبل ما نحل تمرين تعالوا نفتكر مع بعض كده الاستعارة معناها ايه او تعريفها ايه قلنا قبل كده ان الاستعارة في الاصل تشبيه بليغ ولكن حذف احد طرفي يعني انا حزفت المشبه او حزفت المشبه به والمحزوف ده انا جبت دليل عليه في الجملة يعني هتلاقي حاجة تدلك على المحزوف ده في الجملة وقسمنا الاستعارة لاستعارة مكنية واستعارة تصريحية حاول تئيس كده من حيث المشبه به فلو المشبه به موجود عندك في الجملة يبقى الاستعارة دي استعارة تصريحية أما لو محزوف فيبقى الاستعارة استعارة مكنية وتعالوا نتفق على حاجة قبل ما نبدأ الحل الاستعارة تصريحية بتكون كلمة واحدة فقط يعني بلاقي عندي كلمة واحدة إذن دي استعارة تصريحية أما الاستعارة المكنية بتلاقي عندك جملة جملة كاملة يبقى الاستعارة المكنية جملة والاستعارة التصريحية بتكون كلمة وحدة وزي ما اتفقنا الاستعارة المكنية المشبه به محزوف أما التصريحية فهي تسمى تصريحية لأننا بصرح فيها بالمشبه به طيب أول مثال معنا وآية لهم الليل نسلخ منه النهار هنا شبه الليل وكأنه شات تسلخ طب ركز كده احنا لسه قيلين ان الاستعارة المكنية بتكون جملة فأنا بقول نسلخ منه النهار إذن دي استعارة مكنية يبقى أنا شبهت هنا الليل بشاه وحزفت الشاه اللي هي المشبه به إذن الاستعارة هنا استعارة مكنية ولو جيت على كلمة نسلخ بس لوحدها هلاقي إن موجود فيها استعارة تصريحية ليه؟ لأن أنا شبهت هنا إذالة الضوء إذالة ظلام الليل بسلخ جلد الشاه يبقى أنا عندي المشبه هنا هو إذالة الضوء وعندي المشبه به هو سلخ جلد الشاه يبقى أنا عندي كده المشبه به موجود اللي هو نسلخه يبقى صرح هنا بالمشبه به يبقى الاستعارة إيه؟ تصريحية وزي ما اتفقنا الاستعارة التصريحية بتكون كلمة وبرضو هنا عندي نسلخه كلمة واحدة طيب رقم اتنين فتن كلما فاضت عيونه قبيلة دمن ضحكت عنه الأحاديث والذكره إحنا بنقول ضحكت عنه الأحاديث والذكره هل الأحاديث والذكر؟ إنسان يضحك تضحك من صفات الإنسان يبقى أنا بشبه الأحاديث والذكر بإنسان يضحك يبقى أنا عندي هنا أنا بقول إيه؟ شبهت الأحاديث والذكر بإنسان يعني الإنسان هنا هو المشبه به والمشبه به محزوف يبقى الاستعارة هنا استعارة مكنية ولو تلاحظ برضو هتلاقي هنا أن الاستعارة المكنية أيضا جملة طيب البيت الثالث قوم إذا الشر أبدى ناجي ذيه لهم طاروا إليه ذرافات ووحدانة فين الخيال هنا بقول إذا الشر أبدى ناجي ذيه النواجز اللي هي الأدراس طيب هنا الشر هيبين أدراسه اللي هي موجودة في فمه لا ده الأدراس دي من صفات أو حاجات موجودة عند الوحش يبقى أنا هنا بشبه الشر ده وكأنه وحش له أدراس ولو تلاحظ هنا أنا بقول إيه شبهت الشر والشر موجود اللي هو المشبه شبهته بالوحش والوحش هنا محزوف يبقى الاستعارة استعارة مكنية لأن المشبه به محزوف وأيضا لو تلاحظ هتلاقيها جملة الشر أبدى ناجي زيه عندي الاستعارة هنا جملة يبقى الاستعارة استعارة مكنية طيب رقم أربعة فصدع بما تؤمر أنا هنا شبهت إيه بإيه؟ ركز معايا كده في كلمة فصدع أنا هنا بشبه تبليغ الرسالة ربنا بيقوله إيه؟ فصدع بما تؤمر بشبه تبليغ الرسالة هنا تبليغ الأمر اللي كلف به بصدع الزجاج صدع الزجاج اللي هو انكساره وانشقاق الزجاج يبقى أنا هنا شبهت تبليغ الرسالة بصدع الزجاج احنا بنقول إيه؟ شبهت التبليغ بالصدع والصدع موجود اللي هو المشبه به يبقى الاستعارة تصريحية لإن أنا صرحت هنا بالمشبه به يبقى نوع الاستعارة هنا استعارة تصريحية طيب البيت الخامس جردت عينايا سيفا مرهفا حذرا منه بيقال لا يقطفا ركز معايا كده احنا بنقول جردت عينايا سيفا مرهفا أنا هنا بشبه إيه؟ أنا بقول جردت عيناي يعني إيه؟ يعني عينايا كده نظرة نظرة التجريد نظرة التأمل وكأنها نظرة فحصة يبقى أنا هنا بشبه النظرات بشبه نظرات العين بالسيف الذي يقطع وي نظراتي لعندي محزوفة وعندي هنا السيف موجود بقول جردت عينايا سيفا سيفا يبقى المشبه به هنا موجود يبقى الاستعارة هنا استعارة تصريحية لإن أنا صرحت هنا بالمشبه به طيب البيت السادس حتى متى أنت في لهو وفي لعب والموت نحوك يهوي فاغرا فاهو هنا أنا بقول إيه؟ والموت نحوك يهوي فاغرا فاهو هل الموت له فاه؟ يعني عنده فم كده زينا لا طبعا يبقى أنا هنا بشبه الموت بإنسان له فم وهنا أنا حزفت الإنسان اللي هو المشبه به يبقى طبعا الاستعارة استعارة مكنية لإن أنا حزفت المشبه به وصرحت هنا بالمشبه فقط طيب رقم سبعة أَوَ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ ركز معايا كده الآية الكريمة بتقول أَوَ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ أَوَ مَنْ كَانَ مَيِّتًا يعني أَوَ مَنْ كَانَ فِي ضُلَالَةً يعني اللي كان في ضلالة فأحييناه أي فهضاه الله وأبعد هذه الضلالة عنه يبقى أنا هنا بشبه الضلالة بالموت وعندي هنا المشبه به موجود اللي هو كلمة ميتا يبقى نوع الاستعارة هنا استعارة إصراحية لإن سرح هنا بالمشبه به وعندي برضو في كلمة فأحييناه برضو هنا بشبه الهداية بالإحياء وأنا هنا جبت الإحياء اللي هو المشبه به يبقى برضو نوع الاستعارة استعارة إصراحية لإن سرح هنا بالمشبه به طيب البيت السامن تحب العصافير دفء الغصوني كما يعشق الذهر همسا ندا ركز معايا كده احنا بنقول ايه يعشق الذهر هل الذهر هنا يعشق العشق من صفات الايه الإنسان يبقى أنا هنا بشبه الذهر وكأنه إنسان يعشق يبقى أنا هنا بشبه الذهر بإنسان والإنسان ده هو المشبه به ومحزوف من الجملة يبقى نوع الاستعارة استعارة مكنية وأيضا همس الندا هنا بنشبه الندا وكأنه إنسان له همس له صوت يبقى أنا هنا عندي الندا ده مشبه وعندي الإنسان هو المشبه به والمشبه به اللي هو الإنسان محزوف يبقى الاستعارة استعارة مكنية لأن المشبه به محزوف يبقى أنت في الاستعارة بتركز فين المشبه وفين المشبه به وإيه اللي محزوف من الجملة يطرى المشبه ولا المشبه به طبعا زي ما ذكرنا أن المحزوف لازم يكون في دليل يدل عليه يعني مثلا لو ذكرنا على سبيل المثال قول الحجاج إني لأرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها ركز معي هنا وهنا شبه إيه بإيه شبه هنا الرؤوس بالصمار طب هو عندك هنا الصمار لا عندك صفة من صفات الصمار دلتك على المحزوف اللي هي كلمة أينعت يبقى شبه الرؤوس بالصمار وجاب لك حاجة تدل تعرف منها أنت المحزوف تدل على المحزوف اللي هي كلمة أينعت وهو ده اللي احنا نقصده لازم يكون عندك في الجملة دليل على اللي تحزف تعرف منه هو شبه إيه بإيه وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو إن شاء الله في الفيديوهات القادمة هنكثر من تمرينات البلاغ إن شاء الله عشان زي ما قلنا أهم حاجة حل التمارين وكمان هنحل مع بعض تمارين شاملة على البلاغة كلها إن شاء الله اشتركوا في القناة